أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم معنا في درس المتتابعات مع الأستاذ زكية الشعلة في دورة تأسيس القدرات العامة للمرحلة الثانوية المتتابعات الحسابية ما هي المتتابعة وما هو النمط الأنماط والمتتابعات عندنا متتابعة حسابية ومتتابعة هندسية الحسابية دائماً تزيد وتنقص بمقدار ثابت زائد وناقص النمط يكون فيه قاعدة معينة أروحنا أكتشفها وأيضاً عندنا أنماط هندسية هو عبارة عن قاعدة مضروبة بعدد معين أو مقسومة عادة المتتابعة الهندسية بالضرب والقسمة يلا ناخد مثال واحد متتابع حدها الأول واحد إذن أروح أكتب واحد حدها الأول واحد وحدها الثاني خمسة إذن خمسة وبدعاً من الحد الثالث كل حد فيها يساوي لوسط الحسابي لكل الحدود يعني كيف نجمع الحدود الوسط الحسابي؟ أجمع وأقسم على ثنين واحد زائد خمسة كمي الجواب؟ كم؟ ستة أقسم على ثنين كمي الجواب؟ ثلاثة حلو يلا جيب الحد اللي بعده يقول جمحهم وقسمهم على عددهم نجيب الوسط الحسابي واحد زائد خمسة زائد ثلاثة تسعة قسمة ثلاثة جواب كم؟ ثلاثة نجمعهم ونقسمهم على عددهم بيطلع ثلاثة وبيطلع ثلاثة وبيطلع ثلاثة يعني فما هو الحد الخامس والعشرون؟ هو نفس العدد من؟ العدد من؟ ثلاثة حلو يلا أكمل المتتابعة التالية الحين نبغى نكمل المتتابعة التالية خمسة وعشرين ستة وثلاثين تسعة واربعين يلا اللي بعدها كم يصير؟ كم يصير؟ أربعة وستين لأنه خمسة تربية ستة تربية سبعة تربية إذن أربعة وستين يلا اللي بعدها خليكم معاي أكمل المتتابعة التالية عطاني خمسة خمسة عشر بعدين مية وخمسة وثلاثين ويش تطلع لإجابة؟ هنا اللحظ الخمسة ضربناها بثلاثة طلعت لنا خمسة عشر بعدين نضربها بثلاثة يطلع الجواب خمسة واربعين نضربها بثلاثة يطلع مية وخمسة وثلاثين إذن العدد الناقص هو كام؟ خمسة واربعين يلا اللي بعيدها في المتتابعة التالية 71 91 يلا الحين 71 رايحة ل91 وبعدين يصير كم هنا كل مرة يضيف كم كل مرة يضيف 20 وهنا أيضا بأضيف 20 يصير الإجابة كم 111 صح 111 جميل جميل يا جميل يلا أكمل النمط التالي ما هي القاعدة بين 23 و 35 و 28 يلا اكتشفها يلا يا بطل اكتشفها ما بين 23 و 35 و 28 و 12 ما هو العدد المرة الأولى زياد واحد المرة الثانية زياد اثنين المرة الثالثة زياد ثلاثة بعدين زياد أربعة بعدين زياد خمسة إذا نكمل جواب 17 صح الإجابة 17 يلا السؤال اللي بعده كم عدد زوجي بين 93 و 99 الأعداد الزوجية نصف الأعداد الفردية إذا أنا عندي مئة رقم مئة رقم كم عدد زوجي يصير إذا عندي مئة عدد خمسين زوجي وأيضاً وأيضاً و خمسين فردي يصير عندي كده نصفهم إذا أنا عندي مئة من الثلاثة والتسعة وتسعين أصلاً دي لاثنين راح والمئة راحت صح؟ كانوا خمسين راحت لاثنين وراحت المئة يعني يكمل باقي باقي ثمانية واربعين عدن وأقدر طريقة ثانية أروح أنقص تسعة وتسعين ناقص ثلاثة أجيب عدد الأرقام الموجودة يطلع ستة وتسعين وقسم على اثنين كم الجواب يصير ثمانية واربعين يا أنا نقص يا أنا أقدر أكتشفه بطريقة ذهنية يلا ناخد بعد المتباينات معاه في نفس الفيديو علشان نعرف كيف طريقة المتباينات المتباينات نفس طريقة المعادلات يا أولاد يا بنا ولكن هناك إشارة أكبر وأصغر إشارة ماذا؟ أكبر وأصغر هذه الإشارة هي اللي تفرق ما بين المعادلة والمتباينة إشارة أكبر وأصغر متى تتغير الإشارة؟ شوف أنتبه ملاحظة عند ضرب أو قسمة المتباينة في سالب فإن اتجاه الإشارة تتغير متى تتغير يا أولاد يا بنات؟ إذا ضربناها بسالب أو قسمناها على إيش؟ على سالب حلو؟ جميل يلا ناخد مثال قال لينا في هذه الأسئلة ما قيم السينة التي تحقق ما يلي علشان أحل هذه المسألة بطريقتين إما أروح إلى الإجابات وأعوض أو أحلها أحل المعادل المتباينة يلا كيف نحلها؟ أروح أقسم على كم؟ أقسم على كم يا أولاد يا بنات؟ على سالب اثنين وهنا على سالب اثنين إذا قسمناها بيطلع لها سين بدل كلمة أكبر إيش يصير؟ أصغر من سالب اثنين ليش خليتها أصغر؟ ليش قلبت الإشارة؟ لأن قسمناها على إيش؟ قسمناها على سالب إذن يطلع الجواب سالب اثنين ما هي العدد أصغر أو يساوي سالب اثنين؟ هو العدد من؟ سالب اثنين أقدر أعوض أيضا سالب اثنين ضرب صفر يطلع صفر صفر مو أكبر من أربعة واحد ضرب سالب اثنين سالب اثنين وبعدين سالب واحد ما يطلع بعدين بيطلع سالب اثنين مساوي يلا المسألة اللي بعدها سالب اربع سين أكبر من ستة أعوض كده يا أولاد يا بنات أعوض يلا نعوض الحين سالب اثنين ضرب سالب اربعة كم الجواب يصير موجب كم موجب ثمانية الثمانية اكبر من الستة نعم اذا انحققت اذا تكون الاجابة فقرة حلو معاي يا أولاد معاي معاي يا أولاد جميل جميل يلا السؤال لبعده يلا السؤال لبعده اذا كان الف أصغر من خمسة وباء اكبر ويساوي من سبعة قارن بين ضرب الف وباء وجمع الف وباء هنا أعوض بس قال لنا سين أصغر من خمسة يعني مثل مين مثل أربعة مثل ثلاثة مثل اثنين مثل واحد مثل صفر سالب واحد إلى آخرة وأكبر من سبعة مثل سبعة ثمانية إلى آخرة نعوض الآن نجيب هل الاحتمالات كلها صحيحة إذا خلينا ألف أربعة إذا نقول أربعة ضرب الباء كم عندنا سبعة ثمانية وعشرين حلو حلو وألف كم عندي لنفتر نفسه أربعة زائد سبعة انتواب حداش أوه يصير في دل حالة القيمة الولى أكبر صح ولكن لا تنسى أحيانا قيمة ألف ممكن تصير سالبة ممكن تصير صفر قيمة ألف أي نجرب إذا كان الصفر ضرب سبعة الجواب يصير صفر وين صفر زائد سبعة الجواب سبعة أوه إذا بيطلق الثاني أكبر إذن لا يمكن تحديد القيمة الكبيرة الأكبر لمعطيات غير كافية يلا آخر سؤالين يلا يا أولاد يا بنات إذا كان سين أصغر من واحد وسين أكبر من صفر قارن بينهما ما دام عندي تربيع يعني معناه إن كل الأعداد السالبة تصير موجبة قالنا أصغر من واحد أصغر من واحد وأكبر من صفر يعني كسور كسور ما هو العدد سين اللي أكبر من صفر وأصغر من واحد ما هو العدد مثلا هو مين هو نص نجرب نص تربيع وهنا نص تكعيب بيصير لنا الجواب واحد على أربعة هنا واحد على ثمانية إذن مين الكبير مين الكبير واحد على كم واحد على أربعة الأول القيمة الأولى أكبر يلا السؤال اللي بعد سؤال خمسة مرة بسيط سؤال خمسة بسيط يقول لنا أوجد قيمة سين الممكنة التي تحقق المتبادل إما بالتعويض يا أولاد يا بنات أو أحلها أنقل الخمسة للجهة الثانية أنقل السين للجهة الثانية سين ناقص نين سين ساوي سالب سين أصغر من سبعة ناقص خمسة إذن سالب سين أصغر من اثنين أضرب بسالب إذن سين أكبر من عدل عدل يا أولاد يا بنات فإن قيمة السين الممكنة أو لا ممكن شفت نتأكد هنا عندي سين أوه هنا الإشارة كده أكبر كيف عد ما لتفت ليش ما لتفت يا أولاد يا بنا هنا عندي في المسألة أكبر بعد ما قسمنا على سالب صارت إيش المسألة أصغر ما هي الأعداد اللي أصغر من اثنين من سالب اثنين أصغر من سالب اثنين اللي أصغر من سالب اثنين هو مين هو سالب ثلاثة وأقدر بالتعويض بيطلع الجواب عندي هنا لو عوق سالب ثلاثة وحطيت هنا أيضا سالب ثلاثة بيطلع الجواب هنا اثنين أكبر من واحد إذن أصغر مسألة بثنين إذن الإجابة فقرة دان يعطيكم العافية والصحة والسلامة بارك الله فيكم تقبل وتحيات الأستاذ زكية الشعال في أمان الله